علاش المصنع متاع زليتن الاتحاد ما يبيعش على طول بالسعر متاع السوق علاش يخلي فيه فرق بش يستفيدوا ارى واسمع يا عبدالله خلينا ننطفقوا في الاول كان ينباعوا ارقام وطنية صح ولا غلط وتو ارى وحينباعوا شاحنات خليك من كلام الفارغ غلط هذا اللي يسجلوا هضوما ال800 الف اللي قلت عليهم هضوما كلهم عندهم حياش بيبنوا كلهم بيبيعوا الشمنت صح ولا غلط لكن قولك هدي استاد احمد حتيتين نقطة هل بناس دوا عليها قال لك اللي بيبني معاش حصل فرصة معلمة بيزنس بيزنس وكل بشكل معك واضح هو الصحيح كائن قبل اجراءات رسمية لازم ان رخصة بناء قبل تسجل العقارية مسكر كيف بيجيب رخصة بناء ما يقدرش يشير الا اللي بيجيب بالواسط تقولك اكي بالليبي كيف طوى اللي يخشوا كلهم بيزنس هنا من الخير كلهم بيزنس خش حتى انت زي هم درزق الشعب ودق ما هو بجميل عبد الله ولا جميل اي اي حد تاني رزق الشعب ودق هذا حقك مدام المصنع مشارطش شي معين انت في إجراءات قانونية وإجراءات شرعية حقك هذا طيب طوى فهمنا ان المصنع هذا مدعوم من الدولة اللي بنعرف الدعمة هو لمن يمشي انت من قريب من مصنع الاتحاد بدون رأو ولا بنسلك على مين يصاحبه ولا مين يدير فيه ولا كلام عام من استفاد من الدعم اللي تعطي فيه الدولة هو بلوشي الغازة هو ياخد 35% من التكلفة متاعه تعطي فيه بالبلاش ومش مرنهاش الفارقة هو من استفاد طول الاعوام السابقة من هالمصنع هل هم الفقراء ولا الاغنياء الزوز حتى فقراء استفادوا استفادوا بالنسبة والتناسب بناتهم والله صعب تحليلها بالضبط اللي حجز زي ما قوله اسمنت وطلع لها من المصنع ب 16 دينار وباعها ب 46 حصل 30 ألف فقير استفاد والتاجر حتى هو شريع أرقام وطنية وباحا بزنس استفاد لكن اللي يستفيد ديما الصمصار متعاشة منت بحكم قوة رأس المال هذو هم اللي يستفادوا هذو هم اللي يكونوا ثروات طائلة مش الفقراء لكن ننضح لك فيه حاجة تانية فيه ناس وقتين فكرة حتى تجار اسمنت تجار اسمنت فزديت نرى نحكي لعيهم تجار ما يشروش فرقام وطنية ياخد فيه أتعاب في المعاملة فقط يعني نعرف كبارة تجار فزديت عندك حالة نطلع حلك ناخد أتعاب في المعاملة فقط علىش يتغير سعر جنطار الشامينت عبدالله عرض وطلب عرض وطلب المصنع يخضع للعرض وطلب حتى هو المصنع انتاجها ما هو اشتابت تغير حسب الظروف مرات في الكهرباء مرات في العقود زيت التقيل الظروف الأمنية على سيرة المصنع الحديد والصول بن بكري جبت سيرتها أنت وقلت أن مواصفاتها ممتازة سمعت مؤخرا مش مؤخرا من سنين أنها قاعدين حذر المنتوجة متاعها كان رقم وأصبح رقم أقل بهذا مصنع الاسمنت الحديد الحديد لا الحديد الأمانة أمره 100% اسمنت مصراتة عفوا لا اسمنت زديطة زديطة نحكي على مصنع الحديد والصول بن مصراتة لا 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 بالعكس انتاجها يغطي السوق المحلي ويتب تصديره بالعكس يعتبر أنا نرى فيه كويس الحق عامت نقص الحديد من السوق بش يكون واقع عيين والنظر عيين شي تاني عامت الحديد نقص انت سمعت بالله ينقص الحديد السكر مصنع الحديد مرة واحدة صارت انتعاد كهرانبس خاطئكي مسكر ترجمة نانسي قنقر